رحام أشرف ريان صنة رابعة طب أستان في جامعة الأزهر شاركت في تشالنج تو تشينج كليتل سستر مع الدكتورة بس مساعدة البرنامج جميل جدا انبسطت فيه فخورة جدا بإني أكون ضمن هذا المشروع المشروع دعمني أعادني برنامج تشالنج تو تشينج فتح قدامي أفاق جديدة وعرفني على أشخاص من خارج المحيط اللي أنا بعمل فيه ومن خارج المحيط اللي أنا عايش فيه فكرة مشاركتي بالبرنامج كانت فكرة جديدة لأول مرة بحياتي اللي شجعني على المشاركة في البرنامج هو أني وجدت فيه أشياء جديدة ما وجدتها فيه برامج غيره كالسرية والاستقلالية ودعمه للي في بناء شخصيتي معي الأختز الكبرى الدكتورة بس مسالم بس ما بالنسبة لي أكتر من أخت صديقة بالنسبة لي أني أنا ما أكون محتاجة لرأي حدا بلاقيها جنبي ما بخجل أني أتصل فيها بأي وقت أني أسألها أخذ رأيها بأي شيء وصراحة بتعجبني أراءها بحثها تفكيرها موافق لمستوى تفكيري أراءها بتعجبني فبالتالي هي بتدعمني وأنا بآمل فيها وفعلا أنا حسرت بتغير في حياتي من لما عرفت بسوم هحكي لها شكرا يا بسوم لأنك موجودة طبعا أنا بحب دائما أحكي لها بسوم كمان أنه علاقة في بسوم مش هتكون على بس مقتصر على تشالنج للشينج لا هي حتستمت إلى ما بعد البرنامج إن شاء الله بحكي لها سيدات العربيات وأي مرأة إمرأة عربية واجهة تحديات وكان إلها حياة مختلفة قدرت إنها تتجاوز الظروف الصعبة اللي كانت فيها إنه حرام تجربتها تكون طي الكتمان لازم هي تعمل على تنقل هاي الكبرات اللي هي عاشتها والتجارب لأنه حرام تنكتم لا فيه أجيال وفيه فتيات عربيات محتاجات لهاي التجارب ترجمة نانسي قنقر